أعلنت جماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية تدمير حاجز أمني في مدينة رفح المصرية ونشرت صفحات تابعة للجماعة على موقع تويتر صورا تظهر أسلحة وذخيرة تمكنت الجماعة من اقتنامها بعد فرار القوة الأمنية المكلفة بحراسة الحاجز من جهته أعلن الجيش المصري مقتل 12 ممن وصفهم بالإرهابيين في شمال سيناء في عملية مدهمة بمنطقة الشيخ زويد بالإضافة إلى تفجير مخزني أسلحة اشتركوا في القناة